موسيقى لحظنا جميعا من فترة أكتر وشوي من جماعتين أطلقت قوى الأمن الداخلي حملة عن ابتزاز الجنسي عبر الإنترنت أو هي حملة وقائية لعدم وقوع بالأخص الشباب حتى لكل أفراد المجتمع لابتزاز جنسي من خلال شبكة الإنترنت وفي هالموضوع شفنا يمكن على الطرقات شفنا فيديو عم يقطع على الوسائل للتواصل الاجتماعي وكذلك على التلفزيونات بدي أول أهلا وسهلا بالمخرج دافيد أورياني اللي اشتغل على هالفيديو اللي انعرض وبعض الأشخاص عم بيتنقلوه أهلا وسهلا فيك دافيد مش كلكم على الاستطافتكم لأني دافيد نحنا يعني أول شي مشكورة كوى الأمن الداخلي على هالفكرة هاي دي نحنا منشوف تعودنا أنا أول ما شفت الفكرة التي عم معقول نحنا بلبنان تعودنا بره عم بتصير دايما وتوصلنا هلا أنه نسمع بأخبار أنه عم بيصير في ابتزاز جنسي عبالإنترنت عم توصل لانتحار الشباب صح وسمعنا بكم خبرية مخيفة صراحة عن وقلنا طيب أنه شو فينا نعمل الإنسان المباطن ما بيعرف بهيك حالات شو بده يعمل بخاف يخبر أول شي أنا عم بحكي عن نحنا قبل ما أوصل لعندهم صح صح يعني هكي فكرة جديدة علينا ووقتي اللي بتصير معنا ما منكون متصورين إنه هكي شي ممكن يصير معنا عبر شبكة الإنترنت منفكر ونحنا قديم بقوضة لحالنا ما منعرف إنه على السايبر الالقصص بتروح لبعيد كتير والإبتزاز كيف بيبلش منا اختصاصي بها الموضوع بالأخص يعني فئة أطفال قول لعمر 18 سنة بيضل يعتبروا أطفال وشباب كذلك أيام أرباب عيلة عم بتصير معهم أكيد وزوج وزوجة وبتكون أيام عم خبرك عن الواقع بتكون مفتعلة لحتى تتمم موضوع خاص ممكن عم بيكون يعني القصة متشاعبة جدا بدي أعرف منك كتوصيات قوة من داخلي وتوصيات يعني من قبل الدولة كيف أجيت لحتى تقوموا بهالحملة الأعلمية؟ هذا بالأخص الفيديو التوجيه مثل ما عم نشوفها بهالأوقات اللي نحن عم نقطع فيها الجرائم الإلكترونية عم تتفشى زيادة عن زيادة وهذا الموضوع إذا فينا نقول الشعب ما عنده كتير دراية عن كيفية التعامل معه مثل ما تفضلت حضرتك وقلت هذه الحملة هي الأولى بين سلسلة حملة التوعية سنكون نعم نشتغل عليه من هلأ وطالع لا توعية الشعب اللبناني عن مخاطر الجرائم الإلكترونية جرائم الإلكترونية يتشعوا بيتا صح لا تقتصر بس على الإبتزاز في الاحتيال في كذا تشعب الموضوع هلأ ليش ما تتصور؟ يعني ليش نحن طلعنا به هاشتاج ما تتصور ك هاشتاج ما تتصور سلوغان للحملة ما تتصور؟ ما تتصور يعني؟ يعني أنا ما بقى في أفتح فيسبوك؟ لا تفتح فيسبوك لا تفتح فيسبوك بس تنتبهي مع مين عم تحكي وتنتبهي شو عم بتتصور ومين عم تبعطي لأي شخص ما تتصور؟ صح شي كتير صعب ما أنه صعب أبدا شي كتير هاين وشي كتير بينقص لك حياتك وبينقص حياة الأشخاص اللي حولك أنه هل قدل موضوع خطير؟ العالم بما أنه ما بتعرف عنهم واللي عم تعرف فيه عم تكون أكلت الدرب نعم وبما أنه الموضوع شوية المواضيع الجنسية تبوتوا تعتبر بالدول العربية عنا بالمجتمعات اللي نحنا عايشين فيها هيدا الشي بيسبب لهم خوف وقلق وسترس ببطلهم مسترجعين يحكوا عن هيدا الموضوع مع العالم وبطلهم مسترجعين يخبروا شو عم بصير معهم خاصة أنه ما بيحملوا التليفون بدأوا القوى الأمنية بيقولون أنه فيه نحنا عم نتعرض لابتزاز ابتزاز لأنه بيخافوا هنش وكونوا عاملين بداية هلأ يعني عم تحكي بس ابتزاز وعم تحكي كثير من أنواع الجرائم إذا بدنا نوزع للعالم تعرف يعني هون تحياتنا أكيدة لقوى الأمن الداخلي كمانا بشخص الكولونيل جوزيف المسلم يلي مسؤول عن علاقات العامة بالمديرية وعم بيتابع هالموضوع هيدا بلشته الابتزاز بانتظار نعرف أكتر عن باقي أنواع الجرائم إذا بتخبرنا شوي هكي اللي نعرض عليك الأفكار شو نننى شو معقول يكون فيه فرود مالي ما بعرف كل شيء ممكن تتصور أنه ممكن يصير في جريمة عنه على الانترنت من تحويل مصاري من ابتزاز مش بس مادة يعني على منور الشغل بلقط عليك كم شغلة بالشغل حتى يسايروك من الشغل يعني يعني يور اماجيشن فيها تأخذك من هون من هون للسماء يعني واحد بنهاية بس يشوف هيك افكار ما بودي استعمل الانترنت من اساسه لا مش هدفنا انه نواعي بس طريقة كيف استعمالها و الواحد يحمي حاله مثل ما بيحمي حاله بالقطر الانونية بكل الشيء بحياته كمان ينتبه على سوشال ميديا مع مين عم يحكي وما يوصل ايضا لما يتصور شخص غريب ما يفوت معه ان كونفرسيشن وينتبه عن شو عم يحكي وينتبه اكيد طبعا ما يوصل لمرحلة انه يتصور ويبعد صور حميم ملقله لا حال لشخص ان كان ان كان شخص ما بيعرفه اللي هي اكيد اهم هيك اصوى وان كان اشخاص ايضا هو يعني على علاقة معه ما بتعرفه اذا فيه تبادل صور حميمة بينك وبين شخص انفصلته عن بعض بعدين اذا هذا الشخص يمكن انت امن يوزعه يمكن يبتزك مانوان ماديا ما بتعرف شو بصير حتى اقرب الاشخاص لبعض يمكن تليفونات طبعكم تنسرق والفوت العالمي له هذي الصور ينقشوا هذي لمن الصور ويبعد شو يبتزوك على الصور ان كان فيديوز ولا محادثات وهيك اصف تتير نتبهوا على هذا الموضوع اكيد نتبهوا على هذا الموضوع نحن بنا نتبهوا على الفيديو كيف تنفذ الفيديو وقديش اخذ وقت لحتى نفستوه وكيف الفكرة هيك حبيتوا توصلوا قبل ما نشوفه اوكي الفيديو هو نتج عن تعاون بين شركة صباح اخوان وشعبة العلاقات العامة بكول ام داخلي برئاسة العائد جزاف مسلم حكيوا معي صباح وتوجهت انا عند العائد واجتمعنا وفكرنا بشو ممكن نبلش حملة التوعية فشفنا جراف ادي هذا الموضوع صاير مستشري بقلب المجتمع فكرنا شو ما لازم نعمل قعدنا درسنا الكيسز مع شعب المكافحة الجرائق معلوماتية وحماية الملكية الفكرية يعني شفت بداية كيف معقول تصير هذا الجرائق صح عملنا دراسة تنقدر نفوت على البيبليك سيبل يلي بدنا ايه مين الجمهور اللي بدك كل الفئات العمرية كل الفئات العمرية وكل الفئات الاجتماعية ما في حدا فقرأس وخايمة بهذا الموضوع ايضا انت شخص عندك مشاعرك انت قاعد بالبيت مثل ما سابق حضرتك وقلت بأول المقابلة انه بكون قاعدة بالتخب بالقوضة بالبيت حملة هالتليفون بايدك عم تحكي مع شخص مفكر حالك محمية ما حدا فيه يوصلك ولا شيء فجأة بيعمل ابلوت للينك بيكونوا محضرين ليستة برفقاتك اللي بديبعتولي كيها وببلش الابتزاز ببلش مرحلة العذاب اللي ما بتخلص وهينا عم بتصير باللبنان نحن قولها هول بأميركا والمخصنا فيه لا لا عم بتصير هون مهن المشكلة انه برا عنده نوعي الكافي عن الموضوع لانه سبق وقت عليهم قابلنا هلأ نية بكل المجتمعات العربية عم بصير هيدا الموضوع وهدفنا هنحن ان نوعي العالم تنتبه من مخاطر هيدا بدنا نشوف الفيديو سوا شو كان بدي بها الشغلي كيف بعتت للصور إذا فضحتني رح يخسر كل شيء كارثي رح يختنق شو بعمل هلأ إذا عارف جوزة أكيد بيطلقني وبياخد لأولاد هلأ شو بعمل بعت فيه هولي لبيعن إن شاء الله ما تنتبه أمي كيف بدي سكتن كيف صدقت انه عن جد شخص حقيقي عم يحكيني كيف أنا عاني أعمل يلي عملته كيف أنا عاني أعمل يلي عملته فضل موتوا ما يعرفوا أهلي انتهت حياتي بدي موت مين هيدا؟ شكله مهضوم كل يوم كتار مثلك عم يوقع ضحية ابتزاز على الإنترنت من قبل أفراد وعصابات ع تنتحي الشخصيات وأهمية لتوقع ضحاياها وتستغل ضعفهم من رجال، نساء، وحتى أطفال بلبنان وبكل أنحاء العالم إذا حصل معك هيك حالي بلغ فوراً قوى الأمن الداخلي يلي بتتعامل مع الملف بسرية تامة ما تتصور شو بيصير فيك؟ هون بهيك حالات ما بعرف إذا بنحكي العالم عم نحكي إنه بسرية تامة عم بيتعالج الملفات يعني ما بعرف إذا فيك تحكي باسم القوى الأمن هل هالشي يعني عم يجي ناس عم تلتجئ لقوى الأمن؟ أو بعدنا بمجتمعنا من خاف وبدنا نستر وبدنا نسترجع نحكي؟ لا، في عالم عم تلتجئ أكيد أن أراد كان في عالم عم تلتجئ وخاصة بعد الحملة زائد العدد العالم اللي كانت خيفينة نحن نخاف أن تحمل التليفون والدقة لن أقول كمواطن، لا أقول كالمخرجة التي تعملها تحملها من أنه إذا كنت تعمل شيء مفل أن تحمل التليفون والدقة للدقة والتي تقول لهم أنه أنا مصور ما بعد شو وبعد صور لحده، وهذا الحد يتزن فيهم لكن العالم يجب أن تخاف من هذا الموضوع ما يتحقون زاء ال rueadel ويعنا نجد ان يجده؟ إنهم يجب أن يتذ mayo كان يترفعون النظام عم أول حيات في العالم ينتهي شخص الممتاز في عنده 300 أو 300 حضا يبتزون تلك مشتسترجيين يحكوا هنا منذكر أنه كل الأمن الداخلي عندهم غرف عمليات تقنيات جدا عالية ليقدروا يوصلوا على المصادر التقنيات من هيدا النوع نعم مضبوط خاصة هي في لبنان وكمان نخلليني الفطورة المشاهدين لشغلي أنه في بعض العصابات المنظمية اللي هي موجودة برات الأراضي الليبنانية واللي هي تعتبر بعتقد أرقامها أعلى بكتير من ناحية الابتزاز برات لبنان عم يبتزوا أشخاص بقلب لبنان صعب الكوة الأمنية باللبنان تتكبش فين سوعة عم يصير فيه تنسيق مع الانتربول بس ما هذا الموضوع الأفضل أنه ما نوصل لإصير الابتزاز ونصير فوت بهذه الدولة يمكننا نوقفه من بدايته أول شيء ما تتصور أنتو ما عم تدعوا العالم أنه روحوا تشكوا أول شيء عم بتقلت ما تتصور يعني تبلش الموضوع من الأفراد هن بأنهم 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 حالهم هن يعملوا حماية ذاتية بداية حتى ما يكونوا بهك موقف مظبوط ما يوصلوا حالهم لهون تنخرب حياتهم عالم عم يشحطوهم إن شاء الله عالم عم بتضل عيش بقلق فيه أشخاص عم بتقفلس عم بتسرق الابتزاز عم يمشي معهم على كذا السنة ومش مسترجعين يحكوا وعايشين مثل مثلك هلأ بالمشتمع عم تقدر بدور كتفك مثل ما حطيت بالفيديو أشخاص عم يقطعوا بين بعضهم عم كلهم متعرضين لابتزاز وما حدا بينهم مسترجع يحكي نعم هل تخيل إذا شهاده بأثر على نفسية العالم على حياتهم مثل ما قلت حضرتك بالأول كمان أيفن عم توصل أوقات لتأدي لأفكار انتحارية سمعنا ببعض الانتحارات من وراء ابتزاز جنسة يعني مخيف حقيقة أفراد عم تنخرب من وراء غلطة تيفا جدا غرائزية وهو دي كالو المصلح أنه يبتزوك فيه يقول الفيديو من كل الأعمار صح بلبنان وخارج لبنان مضبوط وقت المنقول بكل الأعمار هل تفكروا تقوموا بفيديو خاص للأطفال يقدروا يستوابوا أكتر؟ طبعا هذه الفكرة المطروحة أكيد مطروحة يعني إحنا نستنظر هذه الفكرة حتى يبرموا على المدارس يواجعون أن نحاول هذا الموضوع مع هذا الفيديو ومع غير كاكوة أمن يبرموا الفيديو ويكونوا بمحاضرات خاصة داخل المدارس يعملوا هنا محاضرات بالمدارس على هذا الموضوع هلو كثير يعني إحنا بدنا نقول يعطيكم ألف عافية لكوة الأمن الداخلي السهرانين على عن جد أمن المواطن بس بالفيديو وانتو عم تعتو كمان غير أنه الإنسان يعمل رقابة ذاتية ما يتصور ويبعد صوره أو فيديوه كمان عم تدع العالم لتحط سأته بكوة الأمن الداخلي يلي نحنا بحاجة يعني تقول واحد السياسة والبلد بينسى الناس لا لا ما يفكر تنسى أنه عندها مؤسسات بعيدة عن كل هذه المحسوبيات وعندها هدف واحد هو أمن المواطن صحيح ومساعدته على أنه يقدر يعني يكون بعيد عن هذه الممارسات الدنيئة لا يخاف، لا يخاف العالم بخاصة في هذا الموضوع هنه ضحايا يعني لا يفكروا أنهم سنظلموا من ورق بدي أحملوا التليفون فوتوا على الويب سايت بلغوا عن الإبتزازي اللي عم تتعرضوا لألوه بلا ما تخافوا لأنه كل أمن حد كون من الويب سايت فيهم يتصفوا صح، من الويب سايت من رقم تليفون من أكاونتس ليبا اس اس هذا شيء معروض على الفيديو كمانا بآخر الفيديو صح صح ويعني شو بدألك دافيد فكرة أنه كمخرج تقوم بهك فيديو نوع إنساني وطني بذات الوقت صح كيف كانت تجربتك؟ جدا حلو وإن شاء الله يا رب كل العالم تغير مني وتعمل هذا الشيء خدمة للمجتمع ما فيك تتخيل قدي شعور حلو نحن نشتغل نحن عنا شغافنا بالحياة نشتغل نطلع مصاري من نعيش بس الأحساس أنك تحس حالك فرد هالوطنية هيدة فرد فعال بالمجتمع وبس تفكري بس كم يعني أشخاص بالألاف قداش أنت قدرت تحميهم من وراء فكرة من وراء فكرة بنيتيا مع مع العالم الحوليك مع شعبة العلاقات العامة مع الصباح مع توني معلوف اللي شاركنا بوضع الفكرة وصلت لهالأد عالم وإذا فينا نقول خلصتهم من من العذاب هني كانوا عم يتعرضون أو حميتهم من شيء كانوا يجهلون هذا مواردن اناف ما فكرة تخيل شعور قديدا حلو فبلايز كل العالم تنعدي مني وتغار وتحطئتها بأيد الكوى الأمن وتشتغل على الأمور طبعا وليم دافيد أوريان بدأت شكرك لك يعطيك ألف عفين نحنا بإمكانك حملات جديدة أكيدة دايما وفي فيديو ومثل ما بعثنا للأطفال فكرة رائعة بموضوع الإبتزاز الجنسي لأنه مخيف وعم بيدق بولادنا ونحنا ما رح نسكوت ومثل ما كوى الأمن عم توجه العالم يقوموا بيتحضروا نفسيا واجتماعيا لها النوع من الإبتزاز كذلك يكون بها الفيديو اللي وجهنا أنه نحنا فينا نخبر وبالسرية التامة وبهالبساطة اللي نشغل فيها الفيديو الملفتة اللي وصلت الفكرة فيه وأفكار كتيرين جمعت صراحة لتوصل الرسالة لكل المواطن وأنا أكيدة أنه هالنوع من الصورة ترسخ براسه لأنه شايف ناس طبيعية مثله ماشين على الطريق دافيد أوريان شكرا لألك شكرا لقوى الأمن الداخلي ويعطيكم ألف عافية شكرا لألك وشاهدينا بريك وأنا عود لنكمل آخر فكرة من برنامج النور معنا شكرا للمشاهدة